تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عادة قبل أن أخرج لتصوير فيديو وقبل أن أطل عليكم من خلال هذا الفيديو أسأل نفسي أولا عن ماذا سوف أتحدث وما هو الموضوع الذي سوف أتناوله بهذا التسجيل إن لم يكن هذا الموضوع مفيدا أو أظنه مفيدا للناس أو يعود بالفائدة على الناس أو هناك بعض النصائح التي من خلالها أخرج إلى الناس أو بعض المعلومات التي قد تكون غافية على البعض لا أخرج لمجرد الخروج ولمجرد أن أظهر شكلي وأتحدث فيها ارتقاط لا تغني ولا تسمن من جوع واليوم وقبل أن أخرج أيضا تسألت وسألت نفسي وبعض الأحيان هناك بعض الحالات الاجتماعية التي يعني تكون محرضة على الخروج ومحرضة على الحديث وهذا ما سوف أتحدث عنه في هذا الفيديو حقيقة في ظل وجود مجتمعات تعيش حالة من الأوبية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية التي يعني اليوم نشاهد يعني انعكاساتها على المجتمع وانعكاساتها على الأسرة وانعكاساتها على الفرد نفسه وعلى الأطفال من خلال طبعا الفوضى الاجتماعية التي نعيشها الفوضى الأخلاقية التي نعيشها ومن خلال الشكاوى التي تريدنا ومن خلال ما نشرف عليه من بعض الأسر أو على بعض الأسر والمشكلات التي موجودة في داخل هذه الأسر حالة من الفوضى وحالة من الأمراض والأوبئة الاجتماعية التي فاقت في ضررها وفاقت في خطورتها وفي فتكها الأوبئة الصحية التي انتشرت في الآوينة الأخيرة التي كان منها هذا الوباء الذي لا زال إلى اليوم الحديث عنه وكان هناك وباء الكوليرا وهناك وباء الطاعون واليوم نحن في أوبئة أشد فتكا وأشد ضررا وخطرا على الناس شاهدت كما يشاهد الكثيرين وتابعت كما يتابع الكثيرين وخصوصا كما قلت من يمتلك بعض منصات على السوشال ميديا يشاهد ويتابع حمى جمع اللايكات وحصد المشاهدات حمى الخروج فقط لأجل عيون اللايكات والمشاهدات بأن أخرج أنا وأتحدث أمسك موبايل أو هاتف وأتحدث إلى أحد الشخصيات أو إلى بعض الشخصيات وأسجل هذه المكالمة وأخرج إلى الناس وطبعا بكل وقاحة وبكل صفاقة أخرج إلى الناس لكي أعرض على هؤلاء الناس أنه انظروا ماذا فعلت بهذه الشخصية ماذا فعلت بهذا الفنان هذه المقالب التي قمت بها والمصيبة يعني أن هناك مريدين وهناك متابعين وهناك مطبلين ومهللين من القطيع من القطيع الغبي الذي يتابع هؤلاء والذي يهلل لهؤلاء حقيقة إلى حمى أيضا أصبحنا نشاهد هناك حمى اقتحام المسارح والقفز على المطربين والمطربات والفنانين والفنانات وعناقهم يعني في مشاهد حقيقة فيها من التلوث البصري وفيها من التلوث السمعي والتلوث الأخلاقي ويعني حالة غريبة وعجيبة نشاهدها يوميا ونتابعها يوميا على السوشال ميديا هذا السوشال ميديا كما قلت الذي حولناه إلى وسيلة للتسخيف وسيلة للسخافة وسيلة للانحطاط الأخلاقي ووسيلة للانحدار إلى أسفل 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 الدرك من الأخلاق طبعا هناك حمى أخرى نوع آخر من الحمى هو حمى الهجرة الذي يعني بعد أن همد قليلا منذ سنوات إلى أنه عاد اليوم إلى الواجهة قوافل تحاول الهجرة وتحاول الذهاب إلى المجهول حقيقة والخروج إلى المجهول إلى عالم لا تعلم إلى أين داهبة إنما بسبب الواقع الذي تعيشه وقد يخرج البعض ويقول أنت يعني ما بتعرف أنت للوضع الذي عايشينه هؤلاء الناس وما بتعرف الوضع الذي هناك فيه لذلك يعني لا تستطيع أن تلوم هؤلاء الناس على الخروج بهذه القوافل رغما بأنهم لا يعلمون إلى أنهم داهبين حقيقة وهذا ما شاهدناه وهذا ما تابعناه ونشاهد بأنه بعشرات الآلاف خرجوا إلى الحدود التركية اليونانية حالة مأساوية حقيقة وحالة نشاهدها اليوم بعد هذا الملعون المسمى الربيع العربي الذي يعني ليس فقط من دكتاتوريات الحكومات العربية وإنما أيضا من غباء فئة كبيرة من الشعوب العربية وصلنا إلى ما وصلنا إليه وطبعا بغض النظر عن المؤامرات التي حيكت لنا من قبل الغرب والترصد لهذه البلاد وجعلها دائما في حالة من الفوضى وحالة من الحروب وحالة من الدمار تدمير داخلي تدمير ذاتي وهو أشد وأبشع أنواع التدمير حقيقة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه واليوم أيضا أنا تحدثت في الآوين الأخيرة وكثيرا ما تحدثت عن ما يسمى بحمى الإنجاب وحمى الاكثار من عدد الأطفال في ظل وجود أهل غير مسؤولين في ظل وجود عائلات يعني مهمها الوحيد هو الإنجاب وكثرة الإنجاب بدون النظر إلى ماذا سوف يأتي بعد هذا الإنجاب كيف أستطيع أن أربي هذا الطفل تلبيه سليمي وصحيحة كيف أستطيع أن أؤمن لهذا الطفل حياة كريمة كيف أستطيع أن أؤمن لهذا الطفل علم ينتفع به كيف أستطيع أن أؤمن لهذا الطفل لعبة يستطيع اللعب بها كيف أستطيع أن أؤمن لهذا الطفل مستقبل أفضل من المستقبل الذي أفضل من الواقع الذي أنا أعيش فيه حاليا أنا وزوجتي في ظل غياب كما قلت المسؤولية عن هؤلاء الأهالي في اليومين الماضيين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو انتشر فيديو لأحد الآباء الذي يرمي بطفله المتوفى من قارب في البحر المتوسط وطبعا كان ذلك أثناء سلوك بعض المهاجرين غير الشرعيين طريق اللجوء والهجرة اللاشرعية خارجينا وقاصدين المستقبل المجهول والعالم المجهول والطريق المجهول ويقول الخبر طبعا إلقاء لاجئ سوري لأحد أطفاله في البحر بعد أن فارق الحياة متأثرا بالعطش والجوع خلال رحلة هجرة غير نظامية في عرض البحر الأبيض المتوسط في حالة طبعا تسبب هذا المقطع بحالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي وسق المقطع لحظات عصيبة وفاجعة كبيرة وفق وصف المغردين حيث كفن الأب بملابسه جسد ابنه وسط صدمة وفزع بقية الركاب على متن قارب الهجرة وعاش الحادثة المأساوية نحن 32 مهاجرا نفذ منهم الطعام والشراب والوقود في عرض البحر ولم يحتمل ستة ركاب بينهم أطفال هذه الظروف القاسية وفارقوا الحياة طبعا أنا لن أعرض هذا الفيديو لأنه حقيقة مؤلم مؤلم جدا لكن عندما أشاهد هذا المشهد المحزن والمأساوي والكارثي أتساءل هل يستحق أو هل تستحق أوروبا أو هل تستحق بلاد اللجوء وبلاد الهجرة بأن أنا أعيش هذه اللحظات العصيبة لست أنا فقط إنما أنا وعائلتي وزوجتي وأسرتي وأطفالي الذين قد يكون بينهم أطفال رضع وهذا الطفل هو طفل رضيع أنت اليوم عندما ألقيت بطفلك في هذا البحر يعني طبعا يخرج البعض الآن لكي يقول أنت ليش بتعرف الظروف اللي كان عايشة لحتى انجبر على هذا الخروج أيا كانت الظروف وأنا لا أتحدث بموقع بأنني أنا اليوم يعني ولا على بالي وأعد في أوروبا وإلى آخره وولا على بالي مناقصني شيء وهؤلاء كانوا عايشين في حالة من يعني حالة مزرية حقيقة ويعني لم يبقى لديهم إلا أن يخرجوا في هذا الظروف إن أردت أن تخرج فخرج أنت وتحمل أنت مسؤولية حياتك لا يحق لك وإن كنت سبب من أسباب وجود هذا الطفل وإن كنت والد هذا الطفل لا يحق لك بأن تقرر عن هذا الطفل بأن تعرضه للخطر عبر هذه الهجرة غير الشرعية عبر قوارب ونحن نعلم هذه القوارب كيف تكون حالتها وعبر وجود مهربين مجرمين تدفع إليهم عشرات الآلاف من الدولارات للخروج ولا تعلم إلى أين أنت ذاهب ولا تعلم ماذا سوف يحصل معك في الطريق ولا تعلم ماذا سوف يواجهك في الطريق ولا تعلم إلى أين سوف تصل وهل سوف تصل أم لا تصل وأسئلة أخرى يعني أسئلة حقيقة الإجابة عليها صعبة وصعبة جدا وصعوبة تنبع من أنك تريد أن تجيب على مجهول صعوبة بأنك تضع حياة أشخاص من المفترض أنت كوالد أو كأب أن تكون مسؤول عنهم إن كانت زوجتك وإن كانت أطفالك أنت مسؤول عن حياة هؤلاء إذا أردت أن تخرج طلباً للجوء والهجرة اخرج، اخرج لوحدك كل شخص مسؤول عن حياته الشخصية لكن أما أن تعرض حياة أطفالك للخطر والموت وأن ترمي بعد ذلك جثة طفلك في البحر فهذا يعني إجرام إجرام على أعلى المستويات وتبدأ الجريمة منذ قرارك بأن تخرج مع أطفالك الذين منهم رضع إلى وتسلق طريق الهجرة وطريق اللجوء اللاشرع من هنا تبدأ الجريمة من هذا القرار الذي اتخذته بحق زوجتك وبحق أطفالك طيب اليوم أنت خرجت ووصلت لنفطة لدي أنك أنت رميت بطفلك ووصلت إلى هذا العالم العظيم ووصلت إلى هذه الجنة الموعودة ووصلت إلى مدينة الأحلام ودول الأحلام كيف تستطيع أن تستمر في حياتك؟ كيف تستطيع الاستمرار في حياتك وأنت الذي رميت بطفلك بإيديك إلى البحر؟ تلتهمه الأسماك والحيوانات موجودة في البحر؟ كيف تستطيع أن تنام؟ كيف تستطيع أن تغفى؟ كيف تستطيع أن تستمر في حياتك بشكل طبيعي؟ كيف وكيف وكيف؟ وعندما خرجت وتحدثت أنا سابقاً وقلت ليس المهم أن تنجب طفلاً فالحيوانات تنجب أطفالاً والكلب ينجب جرواً والحمير والبغال لذلك كلها تنجب وكلها تتكاثر لكن أنت من المفترض أن تكون إنسان وخصك رب العالمين بالعقل لكي تفكر لكي تعمله لكي تشغله وأنت أبعد ما تكون عن تشغيل وأعمال العقل وهذا الأمر ينطبق على هؤلاء الذين يتواجدون في المخيمات مخيمات اللجوء وتحت الخيام في ظل أقصى الظروف وفي ظل الظروف الجوية وظروف الفقر وظروف العوز والحاجة وكل الظروف القاسية الموجودة في هذه المخيمات والذين ينجبون بدون حدود وبدون أي سؤال لأنفسهم إلى أين نحن ذاهبون مع هؤلاء الأطفال وكيف سوف يعيش هؤلاء الأطفال ونشاهد يوميا على وسائل الإعلام كيف يعيش هؤلاء الأطفال وما شاهدناه من خلال هذا الفيديو الذي عرض على منصات التواصل الاجتماعي هو غيض من فايد لما يحدث حقيقة وما حدث في طريق الهجرة وطريق اللجوء بحق الأبناء وبحق الأطفال وبحق الرضع هذا غيض من فايد لما لم يشاهده هذا ما صور هناك أمور لم تصور هناك حالات غرق هناك حالات اختناق هناك حالات موت من الجوع ومن العطش هناك حالات يعني يند لها الجبين لم تصور هذا ما صور لكم وهذا ما عرد لكم وما خفي كان أعظم ونأتي إلى هذه البلاد ونأتي إلى هذه البلاد ونلوم هذه الدول التي في ظرف من الظروف تأخذ من البعض أطفاله ونحن كما قلت سابقا نعلم نصف الحقيقة أو ربع الحقيقة ولا نعلم القسم الثاني والآخر من الحقيقة لذلك نحكم على هذه البلاد ونحكم على الموضوع عندما نشاهده من زاوية واحدة أو بعين واحدة اليوم اتخاذ قرار الإنجاب عندما تعلم نفسك بأنك أب أو تعلمي نفسك بأنك أم غير مسؤولة أو غير مسؤول فاتخاذ قرار الإنجاب هو جريمة وعندما أتحدث عن اللامسؤولية فأنا أتحدث عن أنك لا تسأل نفسك إلى أين أنا ذاهب مع هذا الطفل الذي أنا بشكل من الأشكال حكمت عليه بالوجود على هذه الحياة هذه الحياة المليئة بالوحوش هذه الحياة المليئة اليوم في الكوارث والحروب والأوبئة والمليئة بالعوز والحرمان والمليئة بالحاجة يعني أنا أستغرب يعني طبعاً الذي يجيبني يعني الجواب المنطقي هو غياب الوعي وهو الجهل وهو التخلف لكن لا أستطيع أن أبرر بأنه هذا الطفل نتيجة تخلف ونتيجة جهل ونتيجة غباء أن يوجد على هذه الحياة ويحكم عليه بأن يعيش بهذه الطريقة هذه الحياة التي يعيش بهذا الطفل هي أكبر جريمة يجب أن يعاقب عليها الأهل يجب أن يعاقب عليها الأهل هذا الطفل وجوده في ظل هذه الظروف وبين هؤلاء الأهل هو أكبر جريمة حقيقة ويجب أن يعاقب الأهل حقيقة وصدقوني لو كنت في مكان القرار ووصل هذا الرجل إلى البلد الذي أنا أستطيع اتخاذ قرار فيه أول فعل سوف أقوم به هو سجن هذا الأب سجنه وعقابه ولا تقول لي حرام وأنت ما بتعرف ظروفه وأنت ما بتعرف الشعور اللي هو حس فيه لو عنده شعور وإحساس ما كان خرج بهذه الرحلة مع أطفاله يخرج لحاله بيموت بيعيش يصفل لكن اتخاذ القرار عن غيرك بأنك أنت تقضي عليه وتقضي على حياته بالأساس لكن تجيبه إذا بدك تطلع معه بهذه الرحلة المميتة وسميت رحلات الموت ليس عبثة يعني رحلات الموت وقوارب الموت ومعروف هذه القوارب حالة المزرية قوارب يشتري المهربين يأبخس الأسعار هذه القوارب تكون مهترئة قارب يوسع أربع أو خمس أشخاص يوسع فيه خمسين سبتين أو سبعين شخص ويخرجوا كيف طاوعك قلبك تخرج به القارب؟ وفي ناس تطلع وتقول لي والله يعني وأنا لا أتحدث عن الجميع وتحدث عن فئة لا بأس بها هناك ناس تطلع وتقول لي والله أنا لا أريد أن أطلع ولكن طلعت لأولاد كذاب وأكبر كذاب واللي طالع لأطفال وما يعرضون للخطر أنا لا أريد أن أطلع ولكن طلعت لأطفال في البلاد التي كنت فيها كنت في لبنان أو تركيا لا ستكون من الجوع لا ستكون من الجوع أد ما كانت الظروف قاسية أد ما كانت يعني أكثر من الناس عاشت حروب في بلادها أكثر من القذائف اللي كانت تنهمر مثل المطر عليهم أكثر من انقطاع المياه عن بعض المدن لشهور أكثر من انقطاع للكهرباء وأكثر من تعرض لأقصى الظروف الجوية عاشوا اللي عاش عاش والناس مرقت بالظروف أقصى من الظروف اللي عم بعيش الناس اللي كانوا في لبنان واللي كانوا في تركيا أقصى بكثير واللي كانوا عاديين جوهات البلد بغض النظر بأي منطقة لكن أنك أنت تخرج ومعك هؤلاء الأطفال تعرضوا للخطر فهذه أكبر جريمة والله طلعنا مشان الولاد كذب هذا الكلام أنت لم تخرج من أجل هؤلاء الأطفال وأنا كما أعيد أو أكرر أنا لا أتحدث عن الجميع وأتحدث عن هذه الفئة الأنانية وهذا الرجل وهذا الأب الأناني الذي لم يخرج من أجل أطفاله اللي بيفكر بأطفاله ما بيطلع معهم بهذه الطريقة وما بيطلع معهم بهذه الخطورة التي يعني نسبة 80% فيها خطورة وفيها تعرض للموت وتعرض للحياة بالخطر وكثير من الأطفال غريقوا كلها قرارات يعني لا أعرف وبتقلهم يا أخي انتبهوا إلى موضوع الإنجاب ظروف الحياة اختلفت الحياة اختلفت أنك تسيطر وتربي طفل وطفلين وثلاثة غير لما تستطيع أن تسيطر على تربية تسعة أطفال وثلاثة أطفال وثلاثة أطفال جهل تخلف انعدام تام للمسؤولية أدى إلى ما أدى إليه وسوف يؤدي إلى ما سوف يؤدي إليه اليوم فرحانين على أن يأتيون مصاري من كسرة الأطفال بكرة بتشوفوا لما الفلتان بيشتغل وبكرة بتشوفوا على ما غير قادرين على أن يضبوا أطفالهم كل واحد بينحرف بطريق وكل واحد بيروح باتجاه وهذاك الوقت إذا كان في حز بعض أسابيع الندى بالصدفة وأنا أتابع هذا الخبر وهذا الفيديو المأساوي حقيقة وأنا أقلب في صفحات سوشال ميديا خرج لي مقال يتحدث عن الكلاب وعن وفاء الكلاب وعن كيف أن الكلاب لديهم من العاطفة يعني غرائزية حقيقة لأن الحيوان يتعامل بالغرائز لكن مع ذلك بعض القصص التي تتحدث عن وفاء الكلب والتي تتحدث عن حرص الكلب على صاحبه والتي تتحدث عن وفاء هذا الحيوان للإنسان وفاء الحيوان للإنسان وأخر شيء ونخرج ونتحدث ونقول والله الكلب نجس والله يعني هناك فئة من البشر هم أكثر نجاسة ويعني نجاسة على أعلى مستوى لم يصلها الكلاب حقيقة والله لا يجوز تربية الكلاب في المنازل لأنه الكلب نجس وعلى آخره وعلى فتاة وعلى أفهمين شيء ونشاهد ما نشاهده يعني على مستوى الواقع ومستوى الإنسانية نشاهد بأنه الكلب هذا هو أكثر إنساني من هذا المسمى إنسان هذا الكائن البشري المسمى إنسان الذي ليس في قلبه أدنى أدنى مستوى من الرحمة وأدنى مستوى من الإنسانية وشاهدنا ما شاهدناه يعني يعني الواقع يتحدث ولا دعي لي أن أسرد إليكم الواقع التي تتحدث عن هذه النجاسة التي خرجت من الإنسان والموضوع يعني يتعدى الربيع العربي يعني إلى عقود مضت يعني والحروب التي قادها الإنسان والحروب التي خاضها الإنسان أخيه الإنسان والحالات القتل التي نشاهدها اليوم وحالات الطعن والتعدي على الزوجات وتعدي على النساء وقتل النساء بداعي جرائم الشرف يعني ما يسمى بالشرف والحفاظ على الشرف وغسل الشرف والثأر اللي عم نشوفه فيه كثير من المجتمعات العربية ويعني هذه كما قلت حالة من الأوبيئة ومن الأمراض الاجتماعية التي يبدو بأنه لا يوجد لا يوجد يعني شفاء ودواء لهذه الأوبيئة الاجتماعية لا يوجد حقيقة ونحن أنا كخصائي اجتماعي وتربوي وعندما أشاهد هذه المشاهد وعندما أشاهد هذه الحالات وأشاهد هذه المآسي التي تحدث كل يوم داخل كل أسرة يعني أشرف عليها أنظر يعني من تريد أن ترشد ومن تريد أن تصلي هل تريد أن تتوجه بالطفل للإصلاح وأهله يحتاجون إلى الإصلاح أكثر منه؟ ماذا تفعل يعني مع الأطفال إذا كان الأهل هن منحرفين أكثر من الأطفال؟ ودائما يعني هؤلاء الأطفال وانحرافهم ونتيجة انحراف ونتيجة شزوز ولا يعني شزوز جنسي يعني شزوز يعني الحياة عن الخط الأخلاقي والحياة عن الخط التربوي والاجتماعي الصحيح والسليم والحياة عن الدين السليم والصحيح لذلك إذا نشاهد أبطاننا دمي ريت يعني فلا تستغربوا عندما نشاهد هذه الحالات المأساوية اللي عم نشوفها فلا نستغرب لا نستغرب حقيقة مظاهر يعني على السوشال ميديا عم نشوفها كل يوم ما شاء الله شيء يعني بيرفع الرأس حقيقة شيء بيرفع الرأس أنا لا أتحدث عنها في هذا الفيديو لكن أنتو تعرفوا أعتقد شيء غير معقول غير معقول هذا بيحكي على هذا هذا بيحكي على هذا كل واحد يعمل يعمل لي بطولات ثورجية هو قاعد بآخر الدنيا يتحدث عن يلا استمروا بالقتال يلا استمروا بالنضال و القتال و أنت قاعد قاعد من ناقصك شيء والعالم عم تموت تعطش عندهم تعطش لرؤية الدماء تعطش لرؤية الموت تعطش لرؤية القتل و حالة من التوحش الذي يعيشها فئة كبيرة من مجتمعاتنا و أشخاص حقيقة مشاهم السوشال ميديا و مشاهم بعض ما يسمون أنفسهم مشايخ يعني هم مشايخ للفتن و مشايخ للقتل و مشايخ للتدمير و يعني السوشال ميديا لعب دوره بجر هؤلاء قطيع الحمير إلى ما أراده و وصل إلى ما وصل إليه و نحن اليوم مهمتنا أن أخرج و أنا و غيري و يعني الذين لا يتعبعهم الكثيرين ليش لأنه يتحدثون بالواقع و يتحدثون بإزداء بعض النصائح و بعض الأمور التي قد تفيد الناس حقيقة يعني لغير وعين لحياتهم و غير وعين لمستقبلهم و غير وعين مصلحتهم الشخصية يعتقدون من المصلحة الشخصية أنا أنا أطلع و تابع حالات القرف و حالات الضحك و المسخرة و اللعب و يعني التعري و كل هذه الأمور التي يعني أصبحت من يومياتنا و نخرج و ننتقل أطفالنا شزوا أطفالنا يعني ليش عم بعاني مع الطفل أكيد بدك تعاني مع هذا الطفل لأنك أنت سبب وجود هذا الطفل و أنت شخص غير مسؤول و أنت مجرم بحق هذا الطفل و كل طفل أنجبته و أنت غير مسؤول عنه الرحمة الرحمة لهذا الضحية لهذا الطفل و غيره من الأطفال لطالما كانوا ضحايا لآبائهم أنا لا أتحدث عن ضحايا حروب لا أتحدث عن ضحايا أنظمة أولا يعني أمر آخر أنا أتحدث عن أطفال هم ضحايا لآبائهم و ما أبشع من أن يكون هذا الطفل و ضحية أبوه و ضحية أمه ترمي بطفلك إلى التهلكة أنا ليس مشكلتي فقط رمى طفله و البحر طفل جسة طفل ميت مشكلتي كيف طاوعك قلبك أنك تطالع أبنك في هذه الرحلة رحلة موت رحلة موت تعرضوا لانقطاع للغزاء وانقطاع للماء صاروا يشربوا من ميت البحر ميت البحر المالحة أدت إلى تعرض بعض الناس إلى الإسهال الشديد وجفاف و أدى إلى ما أدى إليه وهذا الطفل لم يكن فقط هو الضحية هناك أطفال آخرين كانوا ضحايا لكن هذا ما صور إليكم ومصور إلينا ومشاهدنا حقيقة يا جماعة الحديث يا طول وأنا حقيقة أشعر بالقرف وأشعر بالمأزاز من هذه المظاهر من البشر حقيقة بشكل عام ويعني لا زال وجود هناك بعض الخيرين والناس الطيبين والخيرين وبعض العقلاء لكنهم حقيقة للأسف قلة قليلة أمام هذه المشاهد المأساوية وهذه الكوارث البشرية والكوارث اللا أخلاقية ويعني العقول البهائمية والغبية التي يعني نشاهد نتائجها اليوم وسوف نشاهد نتائجها لاحقا حقيقة ويعني هناك مثل شعبي نقوله في مجتمعاتنا أو عبارة تقول الله ينجينا من الأعظم يسأل سائل هل هناك أعظم؟ هل هناك أعظم من ما نشاهده اليوم؟ نعم هناك أعظم والله ينجينا من الأعظم ويعني نتمنى أن لا نشاهد هذه الأمور بكثرة أنا على يقين بأنه سوف نشاهده لكن الأمنية التي تخيلوا عم أتمنى أنه لا نشاهد هذه الأمور بكثرة هذا بيقتل رفقته بالجامعة لأنه ما رضيت فيه هذا يدبح يتعاطفوا معه يتعاطفوا مع القاتل حالي يعني حكيت أنا في فيديو سابق تعاطف مع القاتل كيف تتعاطف؟ ما أتعاطف طيب هلأ هذا اللي قتل رفقته في الجامعة ما بيشبه هذا اللي قتل ابنه لا هذا ما قتل ابنه لا قتل ابنه قراره بالخروج بهذا الطريق هو قرار قتل هو قرار قتل صح هو مات من الجوع ومن العطش لكن من أدى به إلى هذا الجوع والعطش وإلى الموت هو هذا الأب هو لو كان بيدي والله رغم كل الظروف اللي عم بيعيشها النفسية وغير النفسية اللي عم بيعيشها هذا الأب إذا بيوصل إلى هذا البلد سوف أطالب بي سجنه ومعاقبته لأنه أجرم بحق هذا الطفل طالعين مشان أولادنا لا كذاب مو طالع مشان أولادك لحتى أولادنا يعني يكون عنده الحياة أفضل وحياة ومستقبل أفضل والعلم أفضل كذاب وهذا ما شاهدناه رح توصل أنت وابنك وين وصل أكلته الأسماك أكلته الأسماك تحياتي لكم جميعا